هذا السؤال يقول جرة العادة عندنا على بناء القبور بالطوب الاسمنتي ويوضع عليها خشب وعليها طوب اسمنتي ثم توضع طبقة من الاسمنت بارتفاع حوالي 10 سنتيمتر ولا يكون القبر بارزا بشكل كبير ولكن ما حكم ذلك شرعا وهل يدخل في باب تجسيص القبور المنهي عنه وسبب استخدام الاسمنت بداع حماية القبر من الانجراف أو الكلاب أو غيرها من الحيوانات أو النبش أفيدونه إذا كان المقصود في بيئة معتادة كما هو الحال بالنسبة لنا نقول لا يجوز أي تجسيص لا يجوز أي بناء على القبر إذا كان هذه هنا فائدة ما يتعلق بعمق القبر عمق القبر على قدر لا يمكن أن تصل إليه الدواب وتقوم بنبش القبر فيكون على عمق يصل إلى قامة الإنسان مثلا ثم بعد ذلك يكون هناك اللحد وهو الشق المائل ويوضع فيه هذا الميت ويتم وضع اللبن حيث أنه يمنع عن هذا المتوفى سقوط الرمل عليه ثم بعد ذلك يدفن إذن موضوع أن هناك النبش لهذه القبور مقصود عدم النبش للقبور ولكن علينا أن نبتعد عن التجسيص وأن نبتعد عن أي بناء ما هو الطريق؟ ممكن أن إذا كانت بعض الأماكن أو الأراضي التي تكون خفيفة يمكن استخدام بعض الصخور التي تكون مناسبة ويمكن أن يوضع عليها الخشب البسيط في الأسفل تحت يعني في بدل اللحد لأن هناك الشق وهناك اللحد بعض الترب تكون خفيفة جدا ولا يمكن أن يبنى فيها اللحد فإذا كان لا يمكن بناء اللحد كان تكون التراب رملية مثلا فقالوا بأنه يوضع دائر مدائرها اللبن ثم يوضع الخشب أي في الأسفل وليس الفوق ليس بناء فوقي وإنما نتكلم عن الأسفل بحيث أنه يؤمن عدم نبش الدواب من كلاب وغيرها لهذه الجثث إذن هذا ما يتعلق بالقبور لا يجوز أن تكون بارزة بحيث أنها تزيد عن شبر هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الرمل نفسه يعاد مرة أخرى فلا يجوز التجسيس أو البناء مطلقا